مرحبا بكم على مجلة رجيم التي نقدم لكم من خلالها الجديد في علم الرشاقة والصحة والجمال تشتهر ثمرة الأفوكادو بشكل عام في المطبخ النباتي يقوم البعض باستخدامها كمديل للحوم بسبب احتوائها على نسبة دهون عالية وتعد من أصاح الأطعمة لكونها تحتوي على ما يزيد عن 20 نوعا من الفيتامينات والمعادن الأساسية بما في ذلك الفيتامين A وC بالإضافة إلى الماغنيزيوم والبوتاسيوم وتحتوي أيضا على الألياف والبروتين الفيتامين B6 وحمض الفوليك في الأفوكادو تساعد في تنظيم مستوى الحمض الأمني وبالتالي تحافظ على صحة القلب وأثبتت الدراسات أن تناول الأفوكادو لمدة 7 أيام يخفض 17% من مستوى الكوليسترول في الدم أما البوتاسيوم في الأفوكادو فيساعد في السيطرة على مستوى ضغط الدم وحمض الفوليك يحمي من السكتة الدماغية وتعد ثمرة الأفوكادو مفيدة في الوقاية من أعراض الشيخوخة كونها تحتوي على مواد مضادة للأكسادة كما أنها من أفضل غسولات الفم وتعد حلا لرائحة الفم الكريهة كما أنها تطهر الأمعاء أما الدهون في الأفوكادو فهي غير مشبعة وتعد من الدهون الصحية ولكن لا تخل هذه ثمرة من السعرات الحرارية ف30 جراما من الأفوكادو تحتوي على 300 سعر لذا ينصح الخبراء بالاكتفاء بحبة واحدة من الأفوكادو في اليوم فضلا إذا عجبك الفيديو تعملي لايك وسبسكرايب لقناة مجلة رجيم ولا تنسي تعملي شعر وتشارك الفيديو مع صديقاتك على تويتر والفيسبوك وغوغل بلس ولا تنسي مشاهدة الفيديوهات السابقة انتظرونا في الفيديو القادم إن شاء الله مع السرامة شكرا شكرا